بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله هذا السؤال وردني من أحد الأحبة يقول أنا من سلطنة عمان وعندي سؤال هل سيدنا جبريل عليه السلام يدخل الجنة أو يكرم وهو الملك المقرب إلى الله عز وجل الجواب إذا كان جبريل عليه السلام لا يدخل الجنة فمن يدخلها إذن الملائكة كلهم منعمون ومكرمون منذ أن خلقهم الله لأن الله قال فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكة خلقوا من نور الله سبحانه وتعالى والله عز وجل جعلهم جنودا له قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو لذلك هؤلاء الملائكة يدخلون الجنة وفي أي لحظة ولكن يوم القيامة عندما يدخل المؤمنون الجنة فإن الملائكة تدخل عليهم وتحيط بهم وتؤنسهم وتفرحهم طيب هل هناك إشارة قرآنية لهذا الأمر؟ نعم أيها الأحبة هناك فئة من الناس صبروا ابتغاء وجه ربهم هذه الفئة حقيقة الملائكة يدخلون عليهم في الجنة يكونون معهم من حولهم من أجمل اللحظات أن تكون بقرب الملائكة ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الصبر يجب أن يكون ابتغاء وجه الله انتبه معي أخي الحبيب كل الناس يصبرون الملحد يصبر الكافر يصبر حتى يوم القيامة الكافر يصبر على النار يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني اشترى الضلالة وباع الهدى والعذاب بالمغفرة اشترى العذاب وترك المغفرة باعها فما أصبرهم على النار يا لطيف هذه آية مرعبة أيها الأحبة فما أصبرهم على النار الذي لم يصبر في الدنيا سيصبر في الآخرة ولكن على ماذا؟ على النار على عذاب الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم هذا في الدنيا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في السر وفي العلن ينفق في كل الحالات ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني عندما يرتكب سيئة مباشرة يفعل حسنة ليغطي بها السيئة ويمحو السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار ما هي عقب الدار؟ جنات عدن يدخلونها ليس هم فقط بل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ماذا يقولون لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة الثمانية تجد أن الملائكة يدخلون بالفرح والسرور والبشرة يقولون للمؤمن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذن الذي صبر في الدنيا سيجد جزاء ذلك في الآخرة راحة ونعيم وفرح وسرور وحياة مطمئنة والذي لم يصبر في الدنيا لم يصبر على قلة المال فذهب للربا لم يصبر على أذى أهل بيته فغضب وشتم وآذى فلان وسب فلان وعنف فلانا لم يصبر لم يصبر على الفقر فذهب وأكل الحرام لم يصبر على أنه حرم نعمة الزواج فذهب للزنا والأفلام الإباحية وغير ذلك لم يصبر وكلها ابتلاءات هذه كلها اختبارات أيها الأحبة يجب أن نصبر عليها هذا الشخص الذي لم يصبر ابتغاء وجه الله وطبعا غراته الحياة الدنيا ونسي نسي الله عز وجل هذا الشخص يوم القيامة يقال في حقه فما أصبرهم على النار لذلك أيها الأحبة الملائكة يدخلون الجنة والملائكة هم رسل الله سبحانه وتعالى والملائكة سيكونون يوم القيامة بقرب المؤمنين تخيل أنك في الجنة تسمع أصوات الملائكة وهي أصوات جميلة جدا لأن الملائكة مخلوقات نورانية تقول لك سلام عليكم تذكرك بصبرك في الدنيا وتقول لك ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إذن الملائكة طبعا ينعمون وهذا الأمر ليس في الآخرة بل في الدنيا أيضا هم يستغفرون الله يستغفرون للذين آمنوا هناك ملائكة موزعون باختصاصات هناك حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هناك ملائكة العذاب قال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا هناك ملائكة ينزلون بالوحي وينزلون بأمر الله على الأنبياء ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عبادهم هناك ملائكة تسبح الله مهمتها فقط تسبح الله هناك ملائكة تحفظ علينا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون أعمالك يسجلون أعمالك وربما تكون الكتابة ليست بالورقة والقلم بل بالصوت والصورة تجد أعمالك حاضرة في قاعة المحكمة أيها الأحبة متى ينهار المجرم إذا جئت له بألف شاهد ينكر وإذا جئت له بألف تقرير وألف دليل ينكر ولكن عندما يرى صورته وهو يرتكب الجريمة الصوت والصورة ينهار تماما تسقط كل أنواع الحجج أمام هذا الدليل الملموس فالكتابة أنا على ما أعتقد أنها بالصوت والصورة يعني هناك بلائكة تحفظ تصرفاتك والفاحشة التي ارتكبتها والكذب الذي كذبته على الناس والأذى الذي تفوهت به وتسجله الصوت والصورة يوم القيامة يعرض عليك لذلك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها متى يتم كتابة كل صغيرة وكبيرة إذا كانت تسجيل بالصوت والصورة لأن التسجيل سيسجل كل شيء لذلك قال بعدها ونحن تسجيل كل مهم. ونحن تسجيل كل مهم. القضية هنا أيها الأحبة ليست قراءة بالحروف بل قراءة بالصور بالصوت والصورة سوف ترى ما يشبه فيلم الفيديو ترى نفسك وأنت ترتكب الفاحشة يعني اليوم مثلا أخي الحبيب وزير أو مسؤول كبير أو رئيس إذا خرج له مقطع فيديو صغير في موقف خادش للحياء ينهار فورا يستقيل أو تحدث كارثة أو فضيحة تخيل يوم القيامة كل أعمالك ستراها بالصوت والصورة هذه القضية كان يعلمها حبيبكم عليه الصلاة والسلام لذلك كان سلوكه يعني منضبطا مئة بالمئة على قواعد القرآن الكريم لم يخطئ لم يفعل شيئا محرما لم يخطئ فيه حق أحد لم يسلك سلوك خاطئ أبدا وأنا طبعا لست مع فكرة أن النبي أخطأ لا النبي لم يخطئ طبعا لأن الله عصمه ولأنه فهم القرآن حق الفهم سيدنا آدم ماذا قال الله في حقه وعصى آدم ربه فغوى عندما أكل من الشجرة كلمة غوى لم تتكرر في القرآن إلى مرتين مر مع سيدنا آدم أول أنبياء ومر مع سيدنا محمد آخر الأنبياء ماذا قال في حق النبي محمد لم يقل غوى لا قالها بالصيغة النفي سورة نجم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى إذن عن سيدنا آدم قال وعصى آدم ربه فغوى إثبات سيدنا محمد ما ظل صاحبكم وما غوى ليقول لك إن أول الأنبياء أخطأ وغوى أغواه إبليس ولكن النبي لم يخطئ ولم يضل ما ظل ما معنى ما ظل للأسف بعض الناس يقولون إن النبي أخطأ في بعض سلوكه لا وهذا دليل على قوة إيماني وقوة تحمله لذلك هو استحق مرتبة عليا في الجنة الوسيلة إذن أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء الملائكة يدخلون الجنة ويسبحون الله وسوف ترى الكثير من الملائكة يوم القيامة في الجنة إن شاء الله جميعا نراهم وسيدنا جبريل سيكون في الجنة وسيجتمع بأهل الجنة لأن الملائكة يقولون للمؤمن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فإذا اشتهيت أن ترى سيدنا جبريل ستراه وتلتقي معه وتأنس به وتفرح به نسأل الله عز وجل أن نلتقي جميعا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لقاء الله عز وجل والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق